ايام ويبدأ رمضان وكل عام وانتم وبخير موسم التهاني والتبريكات بدأ وتلفوناتنا راح تشتغل بقلبه رب وهي توزع التهاني بكل شكله لون تهنى على شكل هلال ولا فانوس ولا صورة ومعها حركات وكلمات تحتاج نص ساعة عشان تفهمها يعني تلفوناتنا راح تصير كذا من تفخة ما شاء الله مدورة ومحلوة من كثرنا فيها تهاني يا ترى هل أصبحنا أكثر تواصل مع بعضنا صرنا أكثر قرب من بعضنا والله أبدا وسائل التواصل الاجتماعي هذه ما هي إلا وسائل انقطاع اجتماعي صلة الرحم عندنا أصبحت مجرد رسالة بلا روح وكلمات بلا روح وحتى إرسالها بلا روح ومن غير نفس يعني نرسلها من باب رفع العتب ليس إلا والأسوأ أنك تستلم رسالة تهنئة عبارة عن كليشة ثابتة مرسلة لك والألف واحد غيرك وأسوأ الأسوأ أنك ترسل لواحد رسالة نصية وبإسمه تهني فيها بعدين تلاقيه يرد عليك بوردة ولا إيدين بهذا الشكل ما تعرف هو يقول لك شكرا ولا أرجوك ما عد ترسل شيء خذوها نصيحة مني خلوا رسائلكم لأهلكم بس أهلكم بس خلوا فيها كلمة طيبة كلمة حلوة ولو جبر خاطر أين حاجة تحسها من القلب طالها اتصال مباشر كون أحسن لكن أعرف اليوم ما أحد يتصل على أحد إلا يا يبغى فلوس أو حابب يتخالق يعني المهم هنوا أهلكم فقط بقية الأصدقاء أطمنكم والله ما أحد يعرف أنت رسلت هنا ولا ما أرسلت وله أساسا يعرف أنه أرسلك ولا ما أرسلك يعني لا تضيع وقتك وكل عام وأنتم بخير